أكد الخبير في الشعون الأمنية صادق عبدالله أن تحديد هوية الجهة التي يحق لها حمل السلاح أمر بالغ الأهمية من أجل السيطرة على الملف الأمني ومنع أي انهيارات أو إشكالات ذلك على خلفية تكرار مشهد المواجهات المسلحة بين الفصائل ولفت إلى أن أجهزة الدولة الرسمية هي المعنية بحمل السلاح دون سواها وهي بالتأكيد الخيار الأمثل مضيفا لأن تعدد عنوين حملات السلاح بصيغة فصائل أو أجنحة مسلحة لأحزاب لن تخلق سوى المشاكل والاضطرابات والأمثلة كثيرة أضح أن امتلاك الأحزاب السياسية أجنحة مسلحة يزيد من حساسيات الموقف مع قرب الانتخابات خاصة وأن التنافس بين الأحزاب لا يحتاج سوى إلى عود كبريتن لإضرام الحريق والذي يكون في بعض الأحيان سوء تفاهم أو اختلاف في مصالح شخصية تقود إلى ما لا يحمد عقبه